مرحبا شباق اليوم عندي اربع اجهزة وهي تابلت ومعرف اذا تحس بتابلت تحس بمباين الاخو ومباين بتابلت بنفس الوقت فاربع اجهزة مع تابلت بيهن عندي ثلاث اجهزة معالجات طويعا معالجات فلاكشوب وجهازين وتوسطات نبدأ بالجهاز الاول الجهاز الاول هذا منوي هذا جهاز الحلاوة حقيقة يعني جهاز مرتب كل شي مرتب هذا جهاز من اونر اونر تسعين خلي اراويكم ايش قادي يشغل اولا بدأ يخلي شوفوا الجيري سكوب اذا اجينا لعناصر التحكم تلاحظوا اياي اذا اصعد لجيري سكوب اكيد يشغل جيري سكوب لان معالجات كل شي حلو هذا اذا اجينا للرسوم احنا عدي شغل الفرام اتلاع شقدش كم الفرام شغلنا اربعين الفرام بهاي الوضعية اما اذا خلينا عد السلسة رايشغل لك الستين الفرام شجي ممتاز اما الهج دي ار راح يشغل لك اربعين الفرام هذا جهاز اونر التسعين معالج سفن جين ون بلاس قد سعره 309 439 دولار قريب ستمية وسبعين الفرام هذا الجهاز الاول اذا اجينا للجهاز الاول اجهاز الثاني اجهاز الثاني صح جهاز فلاكشب لكن هو سعره مو قليل هذا من هو زت فليب طايف من شركة سامسونج والله هذا ممقارنة ولا تقل لي تقارن لي واي الاجهزة هذا ممقارنة فقط اريد اقل لك هاي الاجهزة تقدش يغل الفرامات هاي فقط ما كم مقارنة بالموضوع هذا الجهاز معالجة الثمانية جين 2 بالنسبة للاجهزة الفلاكشب فاذا اجينا للمن لنا للجيرسكوب رح اراويكم اكيد هذا يشغل جيرسكوب ما اراد لها الثمانية جين 2 واحد من اقل معالجات حاليا موجود اذا اجينا للفرامات هنا يشغل لي 60 فرام 60 فرام يشغل لي مع الدقة العالية والاج دي ار كذلك هم يشغلها مع 60 فرام تلاحظ 60 فرام مع الدقة العالية هنا هذي لازم تنزيل وهذه الموعدة اذا اجينا للسلسة هم يشغل 60 فرام شوف هذا المعالج نفس موجود على الاس 23 التران اللي موجود عندي يشغل 90 فرام فممكن جدا يجي معا يجي لحدث جديد يشغله 90 فرام بالنسبة لهذا الجهاز هذا جغل سعر 900 دولار او اقل 900 دولار ما قارب المليون و 350 الف عراقي هذا الجهاز قابل للطيب هذا الجهاز الثاني اذا جينا للجهاز الثالث منه هذا الجهاز يمجي بمعالج قوي منه هذا البوكل افايفو برو هذا المعالج هذا الجهاز واحد الاجهزة المميزة بلعبة بوبجي خلنا شوفكم هنا نجي للعدادات نجي للتحكم ارابلكم وجيرسكوب بالنسبة لهذا الجهاز تلاحظوا انها عندك جيرسكوب اكيد هذا يشغل معالجة كل شي قوي هذا الجهاز معالجة ثمانية جين وان بلس اذا جينا لناشتو راح يكون القوية مع الاج دي ار اكيد اذا نزلناها راح يشغل الاج دي ار هو هي القوية اما اذا شغلنا شوفوا هاي السلسة راح يشغلي تسعين فريم هذا الجهاز يشغل تسعين فريم يعني هاي النسخة الافايفو برو والافايفو اثنين هم يشغلون تسعين فريم نفس الوقت تمام بدون اضافة اي شي يعني هذا الجهاز يشغلك تسعين فريم لقل سعر هذا هذا فقط نسخة ال 512 احتي لك عنها سعرها 500 دولار لكن 250 سعرها 450 دولار هذا الجهاز سعرها 760 الف عراقي ذاكرة 512 والمثال ال 156 توقع سعرها بل 650 و 670 الف عراقي هذا الجهاز من هو الجهاز الثالث نجي للجهاز الرابع شوف هذا الجهاز الرابع هذا جدا جدا قوي وهذا جهازي شخصي حاليا هذا يلك سي الفولد الفولد من سامسونج هذا جهاز سعرها سعرها 11 ورقة تقريبا او 1500 دولار بالعراق بحدود المليونين وثلاثمية وما ادلش قد تقريبا هي سعره اذا جينا لالعدادات خلي اراويكم عناصر التحكم شوفوا يا خلني يجي الجيرسكوب احنا هذا الجيرسكوب اكيد راح يتفعل كل بساطة اذا جينا للعدد الفريمات هنا يجي قوية عندي ويا من ويا هذي واذا خلين الاشدير كذلك يشغل لي الاشدير ويا هذي ليش معان جهاز تمانية جين 2 واحد من اقوى المعانجات ذاكرة 512 ورام 12 قيقا اذا جينا للسالسة هم يشغل 60 فريم لحد الان هذا يشغل 60 فريم نفس المعانج موزود كررها عندي على الاس 13 انطرار اجاني تحديث وقام يشغل 90 فريم فبمناسبة هذا بابسط الاشيان يعني بابسط تحديثات يجي شغلك 90 فريم ليش لانه هذا الجهاز كلش قوي وشوفش عشته كلش كبيرة هذا 7.6 هو موبايل وتقدر تلعب يا العاب والسيطر عليها وسماعتين استيريو في الجهاز خورا في هذا وراجعته ان شاء الله قريبا اذا ما شفتها الحد الان فهذا الجهاز سعرف فوق المليونين اكيد يشغل 90 فريم بالايام القادمة ان شاء الله بعد ما يجي تحديث هذا بنوع الجهاز Z Fold 5 من سامسونج هذا الجهاز الرابع اما اذا جينا للجهاز الخامس وهو تاب متوسط او القلب المتوسط من بلاك فيوب هذا بلاك فيوب هذا الجهاز يستطيع ان نسخة جديدة مو نسخ القديمة اللي بارك نسخة جديدة اذا جينا للعناصر التحكم خلنا نشوف يشغل جيرسكوب او لا هذا ما يشغل جيرسكوب تلاحظ غير هذا ما يشغل جيرسكوب اذا جينا للعداء الفريمات هنا يشغل 30 فريم عالية ما يشغل لا ولا يشغل ازيار ما يشغل لكن اذا جينا للسلسة كذلك يشغل ثلاثين فريم يعني هذا الجهاز بكل الحالات تشغل لك ستاثين فريم يسعر هذا سعرها توقع بالمية وعشين او مية وفوصة عشر دولار يعني مية وشوية دولار ما متأكد من سعر ايش قد هذا منه بلاك فيو هتاب 11 نسخة الواي فاي تمام هاي الاجهزة الموجودة عندي باريد اثير لكم النهايات ما للاجهزة تشغل الفريمات حاليا حاليا ممكن تيجي تحديثات تتغير كل الموضوع شوفوا اذا بدأنا بالجهاز الاول لاحظوا اذا بدأنا بالجهاز الاول هذا الجهاز يشغل ستين فريم ستين فريم تسعين فريم ستين فريم وثلاثين فريم منه هذا هذا التابلس مال بلاك فيو اسعارهم مختلفة و هاي الاجهزة مو مقارنة يعني هاي الحلقة مو مقارنة فقط اقل لك انه هاي الاجهزة هذا جهاز يشغل هذا جهاز يشغل مو مو مقارنة مو يب ام المقارنة تحياتي لكم وفي او على اشتركوا في القناة